وعندنا الحقيقة زيارة مهمة كنا فيها بالأمس لسيناء الغالية أرض الفيروز الأرض الطهرة المباركة والحقيقة كنا في حدث مهم وحدث أعتقد المستثنائي بكل المقييس لأنه كان طموح لناس كتير قوي قوي من أبناء سيناء ومدن القناة إيه هو الحدث؟ الحدث كان الإعلان عن مزيد من العقود المؤمنة لحق انتفاع الأراضي لأهلنا في سيناء وأهلنا في مدن القناة اللي حصلوا عليها أخيرا وبها بيستطيعوا أن هم يكونوا في أراضيهم معززين مكرمين منتجين بدون أي حد يدايقهم عقود مؤمنة لا يستطيع أحد تزورها أو حد يدايقهم أو يقولوا روح بقى هات من ورقة من كذا أو عدي على المكتب الفلاني أو خدت الموافقة الأمنية من كذا عقود خالصة مخلصة زي ما بيقول كده أو بنقول إحنا بالبلدي وبالتالي ناس كتير قوي ويمكن قابلت بعض من أهلنا بالأمس من مدن القناة ومن أهل سيناء والشخة وعواقلها كانوا سعداء كانوا سعداء بجد يمكن كانت حديث جانبية لأن البعض كان بيقول لي أنا كنت منتظر الخطوة دي لأكتر من عشرين سنة يعني بعضهم كان مقدم على خطوات تقنين الأراضي دي وطبعا بعد حالات وضع اليد ومنهم اللي اشتغل على مدار سنوات ولكن طبعا كان أحيانا بتعرض لمضايقات أو مطالبات أو كمان تضييق طبعا مع وجود الإرهاب والعمليات الإرهابية المختلفة لكن النهاردة هم يعني وبعضهم كان في انتظار هذه الخطوة يمكن من سنوات طويلة قدر أنه يحصل على العقد مؤمن ودي خطوة أولى ملكوا أكتر من 1300 شخص لغاية دلوقتي أراضي أحيانا بتصل لعشرين فدان بعدها الريدي منتج وبعدها الآن بيستطيع أنه بعد هذه العقود أنه بقى يحصل كمان على حقوقه بشكل شرع وسليم يعني ياخد ميته ياخد كهربته ياخد البيت بتاعه اللي تم منحه إياه كمان تستطيع بقى الدولة أن يتمدلهم المرافق المدارس الجامعات كل ما يتعلق بده من كمان مرافق تعينه على الحياة وتعينه على أنه يستمر في إنتاجه من أرض وبالتالي تفيد أهلي سيناء وتفيد ده في الاقتصاد الكل الشامل للدولة المصرية الحقيقة هنكون معكم في الزيارة خاصة في سيناء هنوريكم الموضوع وكلامنا مع الأهالي وعواقل السيناء وعندنا أيضا حوار خاص مع وزير الزراعة الدكتور سيد القصير وتحدثنا فيه عن أعمال التنمية والزراعة في شمال سيناء لكن قبل ما أروح لحضراتكم لازم عشان نشرح هذه الخطوة أهميتها هرجع معاكم بالذاكرة شوية لبعض الزيارات اللي قمت بيها لمحافظة سيناء في السنوات الماضية وعلى مدار فترات مختلفة عشان نصل للحظة دي ليه بقول كده؟ بقول لي أنه من سمع ليس كمن رأى وأنا مهنة المراسل علامتني أن أقدر الرؤية أكتر من محد يحكيلي أو أتناولها من مصادر مختلفة والحاكي اللي أنا أحكي ده من منطلق إنساني وليس من منطلق سياسي على الإطلاق فأقول لكم أنه في عام 2017 كنت من بعض الإعلاميين اللي توجهوا لمحافظة شمال سيناء وطبعا كانت زيارة من زيارات كتيرة لأنه الوضع طبعا كان فيه ذروته كانت ذروة الأعمال الإرهابية البغيضة واللعينة والكرهة للحياة والتنمية والأي شيء في سيناء وأفتكر كويس قوي أنه في هذه الزيارة كانت أعمال التأمين طبعا في وفد إعلامي رايح بيزور مدينة العريش وكنا متجهين لمقر الكتيبة 101 الكتيبة 101 طبعا وأعمالها البطولية التي خلدت من خلال عمل حضراتكم يمكن كتير تابعوه في شهر رمضان المبارك اللي فات لكن أنا الحقيقة كنت شاهد عيان على أرض الواقع اللي شفته بقى ساعتها شفته لحقيقة طبعا كان فيه تأمين شديد لأنه فيه وفد إعلامي فكنا ساعتها بنركب جوه المدرعات نفسها وتبقى طبعا فيه حماية بشكل شديد جدا جدا من القوات المسلحة طبعا لأنه احنا أمانة في رقابتهم وأي شيء ممكن يحدث طبعا فبالتالي كان فيه تأمين زائد لما رحت العريش الحقيقة والانتقالات كانت بحراسة مشددة للغاية أنا ساعتها الحقيقة فجعت لأنه شفت مدى الأعمال الوحشية اللي كان بيقوم بها الإرهابيين ساعتها شفت بابنى محافظة العريش متدمر المتحف العريش متدمر كان جاب بيهم قتيل متدمر زورة الكتيبة 101 وما حولها طبعا أطنان المفتفجرات اللي كان بيتم بيها مهاجمة أبنائنا من القوات المسلحة في سيناء وهنيجي لدورهم وقد إيه هذا الدور لازم حضراتكوا تقدرواه وأنا مرة تانية بتكلم بما رأيته عينا وليس ما سمعته أنه طبعا كنت بشوف الحفر في الأرض نتيجة القصف بالهاون ونتيجة التفجيرات بأطنان من التي عن تي والمقاد المتفجرة والسي فور كان بتعمل يعني حفر في الأرض بأقطار واسعة للغاية وشكل الدمار تحس أن أنت في مسرح عمليات وليس في مدينة أمنة مطمئنة مستقرة والهجوم كان بيتم على قواتنا الحقيقة بأبشع الصور وبيعدة وعتاد كبير جدا للغاية وشايفين طبعا وأنا شفت بنفسي كتير من المضبوطات اللي تم ضبطها من أسلحة معقدة يكفي أن أقول له حركه أنه بسلامة نية يعني وأنا في واحدة من السيارات المصفحة دي فأنزلت مرة بشرب سيجارة فبشرب يعني بمشي شوية بعيدة عن السيارة المصفحة فالعسكري بسلامة نية بيقول لي لو سمحت ما تبعتش كتير عن العربية بقول له ليل بيقول لي عشان ممكن حركة يتم ضربك ولو حتى إحنا في الليل واستهدافك بالقناسة لأن معاهم النظرات الليلية فقلت لي الدرجات دي بيقول لي الدرجات دي دول بيهجمونها بكل أنواع الأسلحة الحديثة عليفت ساعتها أن المهمة شقة وصعبة ومدينة العريش كانت مدينة خوية تقريبا كان فيه قدر كبير من الخوف والهجمات كانت شديدة ومتكررة 2017 عدى جات 2018 وبداية العملية العسكرية الشاملة ورحنا مرة زيارة أيضا لبدايات مدينة رفح الجديدة وكانت بداية أيضا وقوات الجيش في شرق القناة اللي كانوا بيقوموا بدور تاريخي كانوا بدأوا كمان يؤسسوا رغم الظروف الواقعة لبعض التجمعات البدوية والسكنية لأهلين هناك اللي معمولة بشكل فيه خدمات بحيث بقى ما يبقاش البدوي كائن رحال أو إنسان رحال يبقى عدده بيته المستقر جنبه واحدة صحية جنبه مدارس وكانوا بدأوا يؤسسوا لأربع مدارس حتى وتم افتتاحهم حتى في هذا التوقيت وكانت بداية العملية التنمية بدأت تخش ولكن على استحياء نظرا طبعا للظروف المحيطة وللتهديدات الأمنية الكبيرة ولكن كانت بداية وبداية مهمة في ذلك التوقيت الحقيقة هنقضت معاكم يمكن ليه عشرين تلاتة وعشرين طبعا كان فيه كورونا في النص وغيرها من شهرين تقريبا أو شهر آه حوالي شهرين أو شهر ونص كنت في زيارة لسيناء وكانت أيضا بنشوف من خلالها ما يجري من أعمال تطوير في محور طابة العريش وزورنا الحديد الحقيقة مجموعة كبيرة من الأماكن من هذه الأماكن كانت منطقة بئر العبد كنا نفتكر ما حدث في بئر العبد وأكتر من 300 شهيد لما رحنا القرية وزورنا وكان الملاحظ الحقيقة أنه يعني كنا راحين بأريحية أكتر هذه المرة تم فرض السيطرة الأمنية طبعا ما فيش أجواء الخوف نركب عربيات عادية ومؤمنين طبعا وكل شيء ولكن الدنيا أحسن كتير من الخمس سنين اللي فاتوا أنا بقول ده إيه إلا أنا شفته إلا أنا عشته ومش اللي حد أحكي لي عليه وبالتالي برضو في هذه الفترة شفت بقديد بإلعاب تم تقديم بعض الخدمات إصلاح البيوت المدينة كانت أمنة ومستقرة وبدأت مرحلة التعافي طبعا من الحزن الشديد وروحنا أيضا ميناء العريش وأنا أول مرة أشوف ميناء العريش الحقيقة منذ زمن وصدمت أنه الميناء يعني هو شيء يعني من درش نقول عليه ميناء أوي يعني هو شيء صغير فيه كان مركب صيد وحتى مركب صيد قديمة يعني صعب أن يكون ده ميناء العريش وشفنا بداية استطالة طبعا الميناء وعمال التوسعة اللي بتجري فيه وزيادة طبعا الأرصفة والخطة التنموية اللي بتحدث فيه وعدينا كمان على قناة السويس والقناة التانية أو الفرع الآخر وشفنا بداية مد خط الثقة الحديد اللي هو فروض أنه ما يوصل من طابة للعريش وبالتالي هيساعد شكل كبير قوي في أعمار المنطقة وامتداد العمران على جانبا الخط وفي نقل البضائع وأشياء كتير أخر وكمان شفنا عدينا على معظم الكمان في سيناء فكادت الأمور بتبان هادية جدا ولأول مرة كمان خدت بعض الطرق الجديدة اللي أنا مش هتعود عليها أنها تكون موجودة في سيناء لأنه دايما كنت بحب أروح دهب وشرم الشيخ وكده يعني من الزمان لدينا حب خاص إحنا كمصرين لسيناء وسانت كاترين فمشينا في طرق جديدة أنا ممشيتش فيها قبل كده الحقيقة هو طرق جميلة ومنظمة ووسعة ما فيهاش طبعا ألأ زي ما كنا بنشوف في الطرق زمان كانت أحيانا كان بيتم إغلاق هذه الطرق لأسباب أمنية كتير واللي كان بيروح شرم الشيخ أو بيروح دهب أو طابة كان بعض الطرق دي كان بيبقى مقفول للغاية حرصا على سلامتك وعلى سلامت الركاب والسياح لكن هذه الطرق كلها أصبحت مفتوحة الآن اشتركوا في القناة